على كل حالة هنسيب حضرتكم دلوقتي مع مجز لهم وآخر للأنباء مع دينا تفضل يا دينا شكرا لك بسانت التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس للفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر أشيخ تميم بن حمد الثاني وخلال الاتصال أكد الجانبان ضرورة العمل من أجل وقف العضوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطع غزة ووقف جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس وأهمية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى كما شدد الجانبان على مواصلة العمل لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية برا وبحرا وجوا وتسليمها لمستحقيها ومواصلة العمل على منع التهجير أدانت وزاعة الخارجية والمختربين الفلسطيني استمرار حرب الإبادة الجمعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والتي تعمق من خلالها وتوسع من جرائمها المركبة في تدمير كامل قطع غزة وقالت الخارجية في بيان إن الاحتلال لا يكترث بالمطالبات والمناشدات الدولية والأمريكية الدعية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية والتحذيرات التي يجمع عليها العالم من الكارثة الإنسانية التي ستنتج وتتعمق في حال اكتياح قوات الاحتلال ضرفح ومنطقتها قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني أنروا إن واحدا من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني الآن من سوء تغذية حادة وإن المجاعة تلوح في الأفق وأضافت الأنروا في بيان إن سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة وأفادت تاب أن بعض الأطفال في مستشفيات غزة يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إسرائيل إلى الانتناعي عن شن هجوم على رفح جنوب قطاع غزة وأكد أدهانوم أنه يشعر بقلق بالغ إذا التقاريرات تتحدث عن خطة إسرائيلية لشن هجوم برية على رفح مشددا على أنه سيكون تصعيد جديد للعنف في المنطقة المكتبة وسيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة وأوضح أن سكان رفح البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه ولا مرافق الصحية تعمل بكامل طاقاتها وآمنة يمكنهم الوصول إليها في أي مكان آخر في غزة أعلن الجيش الأمريكي تدمير طائرة ومصيرة أطلقت قوات الحوثي في اليمن في حين سقطت مصيرة أخرى في البحر الأحمر وذكرت القيادة المركزي الأمريكي في بيان أنه لم ترد أي أنباء عن أضرار أو إصابات من السفن في محيط الواقع عن الرئيس الفنزوالي نيكولاسا مادورو أنه سيسعى لولاية ثالثة في انتخابات الثامن ورعشين من يوليو المقبل وقال مادورو البالغ من العمر 61 عاما أنه سيمضي إلى انتصار جديد وذلك بعد قبول حزبه قررت رشحي رسميا للإستحقاق المنبأ أنه يتولى الرئاسة منذ 11 عاما ورياضيا يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته استعدادا لبطولة كأس العاصمة الودية المقرر إقامتها بمصر وشارك في الميران 19 لاعبا من بينهم مصطفى شالبي الذي انضم للمعسكر بالأمس ختم مجزء التاسعة فواصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر